في دراسة هذه الحالة الجديدة فكن أختاره عليكم شجرة نسب تالية فشجرة نسب كيبان بأنه عندنا ثلاث أجيال جيل أول جيل الثاني والجيل الثالث والملاحظة المهمة اللي عندنا هنا قبل ما ندخلوا الأسئلة هي ماذا فيلاحظوا جميع الإينات اللي عندنا هي سليمات وأن جميع الذكور اللي عندنا بما فيهم الأب الأصلي هو مصاب لأنجو الأسئلة السؤال الأول تحديد طبيعة حليل مسؤول على المرض هل هو سائد أو متنحي السؤال الثاني تحديد طبيعة السبغي الحامل المورطة هل هو جنسي أو لا جنسي وإذا كان جنسي فهل هو إكس أو إيجراءك ثم السؤال الثالث كما هي العادة تحديد الأنماط الوراثية لبعض الأفراد ونبدأ بالسؤال الأول تحديد طبيعة الحليل هنا عندنا الملاحظة المهمة وإن المرض يظهر داخلك جميع الأجيال ما نشوف الحالة التي كانت منها سابقة لك أن نشوف بعض الأفراد داخلها جيل أو جيلين اللي هما مصابين بينما هنا فهي لا لحظة جميع الأفراد الدكور داخل جميع الأجيال هم مصابين فهذا يؤكد بأن الحليل المسؤول على المظهر الخارجي المدروس هو سائد وقلنا بأنه هنا نتكلمنا على المظهر الخارجي لأن دهور الزغب على الأذنى عند الإنسان هو ليس مرض هو فقط مظهر خارجي خاص ونادر أيضا عند الإنسان وهنا ما كنتكلموش على ظاهرة ظهور الزغب على جسم الإنسان لأن هذه الظاهرة ممكن أن تشترك فيها المرأة مع الرجل ومعلكم إلا تدروا إبيرتريكوز في جوجل وغضيتشوفوا في الإزماج بأنه كين حالات لها عديدة كيكون فيها ظهور الزغب في مناطق مختلفة من جسم الرجل والمرأة لكن هذه الحالة التي ندرسها فيها بالضبط هي ظهور الزغب على الأذن عند الإنسان واللي قلنا هي خاصة بالرجل وهو ما تظهره هات شجرة دينا سبحت أن الظكور فقط هم المصابين إذن بما أن هذه الصيفة ندرسنا فقط مرض بين قوصي لأنه ليس مرض حقيقي هذه الصيفة أو المدار الخارجي يظهر فقط عند جميع الدكور داخل جميع الأجيال فهذا يؤكد بأن الحليل المسؤول عن هذا المدار الخارجي هو سائد ومباشرة نعطيه الرمز الذي هو جرونتاش نسبة إلى إيبيرتخيكوز سؤال الثاني وهو تحديد طبيعة الصيبغي الحامل الموريته وقلنا دائما نحن نمشي بالإفتراضات أو الإفتراض سواء كيفما كانت شجرة النسب وكيفما كانت الحالة مدروسة نبدأ بأول إفتراض وهو أن الموريتة محمولة على الصيبغيات الجنسية نبدأ بإيكا غاك ثم إيكس للقينا على واحد فيهم هي هذيك ملقيناش فكن نقول مباشرة بأن الصيبغي الحامل الموريته هو الجنسي نفس العمليين طبقوا هنا ولكن ما نحتاج لكل هذه الإفتراضات فشكرا تشوفو هناك نشوفو بأن المرض يصيب الظكور فقط ثم أن المرض الذي يصيب هذا الظكور جميع ذكور هذه العائلة هم مصابين بما فيهم الأب الأصلي هذا يؤكد بأن الموريتة المسؤولة عن ظهور الزغب على الأذنين عند الإنسان هي محمولة على الصيبغي الجنسي إيك سؤال تالي تحديد الأنماط الوراثية بعض الأفراد نحن عارفين بأنه انطلاقا من سؤال السابق بأن الحلية المسؤولة على المرض سائد جرمزنا له جرونتاش وأن الموريتة محمولة على الصيبغي الجنسي إيكا فنخدمه بهذا الجوج باش نحضو الأنماط الوراثية لجميع الذكور جميع الذكور لأن داخل هاد الشجرة دي النسب كلهم مصابين وبالتالي هذا يخلينا بأننا نعطيه المظهر الخارجي ديرهم هو جرونتاش لأن الحلية المسؤول عن هاد الظهور دي الزقاب على الأدن هو سائد إذن كلهم مصابين وبالتالي فالنمط الوراثي لكل دكر وسيكون إكس إيكراك جرونتاش وهذه حالات نادرة جدا بالنسبة للإنسان قل ما يحمل إيكراك الموريتات بينما بالنسبة لجميع الإينات فما يمكنش نعطيه النمط الوراثي ديالهم علاج لأنه ما عندهش إيكراك وبالتالي فكي كل استنتاج مباشر هو أن الصفة خاصة بالذقور وبالتالي فهي لا يمكن أن ستوفرها عند الإينات أي لا تتوفر الإينات على المظهر الخارجي ولا النمط الوراثي الخاص بالمورثة المدروسة ممكنش نعطيه النمط الوراثي ديال الأفراد لما عندهمش الصفة بالأساس وبالتالي ما عندهمش هذه المورثة والسبب هو أن الإينات لا تتوفر على الصبغي الحامل للمورثة المدروسة وهو الصبغي إيغرق وبهذا كنكون أنهينا هذه الحالة الثانية ديال المورثة مرتبطة بالصبغي الجنسي إيغرق وقلنا بأنها حالة نادرة جدا لأن الصبغي الجنسي إيغرق هو صبغي قصير جدا ولا يحمل مورثات وهي معروفة نعرف فقط الحالة التي ندرسها عند الإنسان وهي أن إيغرق ديما نخدم بها عند هذه الحالة اللي هي ظهور الزغب على الأدن عند الرجل في انتظار لقاء بكم في فيديو مقبلة اللي سنبدأ بها دراسة الوسيلة الثانية في الولايات البشرية وهي الخرائض الصبغية ونرى مجموعة من شدودات الصبغية المرتبطة إما بعدد الصبغيات أو بنيتها فكنتمنى أن تكون هذا الفيديو فاتكم وإلى لقاء قريب شكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا